منذ عقدين من الزمن والعراق يغرق في بحر من الفساد استنزف معظم إراداته وجعل العراقيين بين أنياب الفقر رغم امتلاك بلادهم ثروات هائلة ولا تعد حادثة سرقة المليارين ونصف المليار دولار أمريكي من العيدات الضريبية التي جرى الكشف عنها أخيرا هي الأولى بل إن مئات مليارات الدولارات سرقت وضاعت عبر الفساد الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة التي كانت تكتفي عند كل فضيحة فساد بتشكيل لجان تحقيق وتصدر مذكرات إلا أن ذلك لم يعد للبلاد ولو دينارا واحدا مسروقا بطرق مختلفة المعلومات التي نشرتها هيئة النزاهة وتسربت من وثائق نيابية تفيد بأن حجم الأموال التي خسرها العراق جراء الفساد يزيد عن 450 مليار دولار منذ الاحتلال الأمريكي هذا ما سرب من مصادر رسمية ومطلعة ليبقى الرقم الحقيقي المخيف هو ما بقي خلف الكواليس وللفساد طرق وأدوات أبدعت بها الأحزاب وزعماؤها حيث يتم عن طريق صفقات استيراد وتصدير وعن طريق توفير الأغطية المالية للمشاريع الوهمية واستخدام الفواتير والسقوك المزورة إضافة إلى السرقة الواضحة التي تجري عبر نقل المبالغ المالية الضخمة من الدوائر والبنوك الرسمية إلى حسابات خارج العراق أو تحويلها إلى كتل نقدية كبيرة ويجري نقلها إلى إيران وبهذه الطريقة كانت نصف مبالغ الميزانيات المالية السنوية تذهب إلى جيوب المتنفذين الذين ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة إضافة إلى زعماء الميليشيات التي تنشط على المستويين الأمني والسياسي أقدان من الزمن قضتها الحكومات المتعاقبة بسرقة ثروات البلاد حتى أصبح العراق في مقدمة بلدان العالم فسادا بحسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية